بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبنتي لكم تحياتي أهلا وسهلا بكم مع الفيديو الثالث من فيديوهات الشابتر فور في كتاب المعاصر هنبدأ بسؤال نمبر فورتي سيكس وصفحة مينتي فور هو مين يواد هو الترانزيشن ألمنت الكوبال وردنا كده المعادلة دي المعادلة الكلية أنا بيتكلم على الليتشارجين يبهى هرجع كده الليثيوم كوبالت اكسايد اللي اي سي او او تو تحاول ليه سي او او تو الوها الكوبالت فور اوكسايد هاته الاكسايد النمبر الكوبالت هنا وهنا تساوي ده بالزيرو تمام هنا عندي بوست فون وده نيجد فور وده اكس تطلع بكام بوست ثري يبقى الكوبالت هنا بوست ثري تابع حسابه هنا هنا ناجد فور يبقى الكوبالت بوزت فور يبقى من ثلاثة لأربعة كده حصل ايه حصل اوكسديشن يبقى الاختيار طبعا هيكون الليتر ايه اوكسديشن من نهاية صفحة 94 47 what the galvanic cell which works at nearly 80 celsius degree هل الليد اسد باتري ولا الفيول سل ولا الليثيوم اين باتري ولا الميركري سل هنا درجة الحرارة ايتي ديت معناها ان انا بتكلم على اللي عندنا مش هتلاقي معادلة فيها غير واحدة بس اللي هي دي دي بتاعت الفيول سل مع الاكسجن هيدينا ووتر وهيدينا انرجي الوحيدة اللي فيها يعني فيه طرق في ده يعني بيحتمل انه بتتغل تحت او في وجود درجة حرارة عالية نسبيا هي الفيول سل يعني الانسر هتكون هي فيو السل السؤال نمبر فورتي بس كده على الرسمة انا عندي هنا دي تشارجد وديت مش تشارجد طيب هنا دي بتشتغل كالكسل لكن دي بتشتغل كالكترولايت اكسل طيب ارجع بالي قانين بتاعتي ديت لو الكترولايت اكسل يبقى هو الاند والنكترولايت اكسل فده الاكس متوصل بمين بص كده متوصل في البوستف بوت اذا الاكس ده الاحمر ده بيشتغل اهو اند يبقى البوستف هو الاند ماشي مكتوب بوستف اول ده هو الاند يبقى ده كده ده الاند وده الكاتر طيب هنا بيحصل عملية ايه بيحصل عملية اكسديشن بس يا حلو ولاكسديشن نكمل هيكون بالناجاتيف تعالى رجعك تاني للمعادلة دي المعادلات بتاعت الاكسديشن بس الايه لما تكون شغالها كالكالفانكسل ده معادلة الاند بيحصل ولاكسديشن ولاكسديشن نمبر بيقام بي او بوينت ثيرتي سيكس وده معادلة الريدكشن بتاعت الكاثود البي بي او تو هيتحول لبي بي اس وفور والريدكشن بيقام باي او بوينت سيكستي نين احنا انتفقنا في حالة اللي بيحصل بحاول الانود لكاثد والكاثد لانود والتشارجز بتتعكس يعني البوست بيبقى ناجتف هنا عندي هنا ده الريدوكشن 1.69 فده هتحول لكاثد تمام يعني الانود ده هتحول لكاثد وبالتالي هيكون هيحصل اولا هو انود تمام وفي نفس الوقت هيكون الوكسيشن بطعب الناجتف يبقى اختار كلمة انود يبقى الاختيار بي او دي والوكسيشن نبرا هيكون بالناجتف او الوكسيشن او ال waits ders Got bom عنوط بيحصل عنده اوكسداقشن والكاثوت بيحصل عنده مافيب بتكون بالباستطف والكانوط بيكون ناكدف و الكاسد بيكون باستطف لكن لو جيت اعمل لها تشارجينج بوصلها باستطفها تدboroughه بيكون كينستطف وبيكون بتشتغلها في الحالية كاليكتورالات تكسل يعني الهي لمافيب بيكون ناكدفpod Онوط بيتحول الكاثد والكاسد بتحول ليه يا Bilh professors على الباستطف هنا هوا بتوصل مين بيتوصل بالبصل بتاعة البترد ودرد. متوصل بالبصل بتاعة البتري. فبالتالي ده شغال انود. يبا يحصل عنده لكن اللي اما بتطلع وبالتالي هاختار الاجابة دي اللي بيقول اللي بيحصل فيها او الانود. عشان ده في الحالة دي شغال كالكترولايتك سل. السؤال نمبر بيقول لي من هلا الكابر ولا الايجي ولا الايو ولا الالومنم. ده يفكرر بحت اخدناه تانية سنوي اللي هي بيقول لك ايه بيقول لك ان في مثل اكتف زي الايرن وزي الكروميوم وزي الالومنم بتتفاعل مع الاير او بتعمل بيكون من الاكسايد بتمنع استمرار. فبالتالي انا قلت تلات ايلمنتز ايرن وكروميوم وايلميوم. مين منهم مشرف الايلمينياب اللي اختارها هيكون هو لتر دي. السؤال نمبر فريفتي. ويتشوف دا فولوينج ميتلز هاز افاستر كروجين ري اكشن. بص يا وحش. ايه اللي يحصل له فاستر كروجين ده معناه ان الوات ده مور اكتيف. يعني عنده اكستشن بتنسال عالي. اي جي واي يو وزد ان وف اي. افكرك بالكيميكال الاكتيفتي سيريز اللي كنا بنقول فيها بيبو قاضة سنة في زنزانية المجانين. كان باقع ناصح كريم. طيب يعني هنا من الاخر الهايدرين اهون. انا عندي مين اللي تنين لفوق? عند الزنك والاير. الاف اي. بعد كده عندي الزن. وتحت هنا سوهاك بتاو. يعني عندي السي يو. والاتش جي والاي جي والاي يو. يعني عندي هنا اي جي بعد كده الاي يو. ده الترتيب بتاعه. طبعا المور اكتيف مين? هو الزنك. وبالتالي الاختيار في رقم خمسين هيكون الزنك يعني لتر سي. تاني اللي حصله كوروجين اسرع. عنده اكسيديسين بتنشيل اعلى. اشتغل قانود بشدة. وبالتالي بيحصل له اكسيديشن. وده حاخد المور اكتيف اللي هو الزنك. السؤال نمبر فيفتي وان بيقول لي يعني كل ديت معلومات صحيحة عن الكرووجين معادة. الكروميوم ان ستان لس ستيل اللوي. وانها من فوق شوية ان الكروميوم من ضمن التلاتة العظماء اللي بيقاوموا الهواء رغم انهما اكتف. يعني يعني ده صح. بي. جالفانيز ستيل. ويعني جالفانيز ستيل يعني الايرن روحت جاي كده غمسه في المولتن زينك زي ما بيجيب كده البسكوت والشاب ولبن يمعلم وتسأسق وانت قاعد كده بتذكر الكامستري. الجالفانيز ستيل is covered with with zinc. والزينك. طيب ماشي الحاجة دي صح. لأ اللي جاب سيرت الزينكوكسايد هو التوقزة نفسها مصنوعة من الزينك. لان الزينك مور اكتف زان الايان فبالتالي يعني هي دي اللي عليها العين اللي جابها الليتر بي. طب يا مستر ما تشوف لنا بقيت الاختيارات الله يبريك لك كده. الانودك بروتكشن is used to protect the pipes buried in under the surface of the earth. اه يا حبيب. كل مرصة الحديد بالماجنيزيا. والماجنيزيا مور اكتف يا حبيبي زان مين؟ الائر. وبالتالي بيشتغل كساكريفاينج الالكترود. طب بص دي. بوس كروميوم and and ten are used to protect steel from rusting. بوث. اه دي صح طبعا. بالتالي اللي جابها يكون هي لتر بي. وده نهاية صفحة 95. 52 بيولي. the opposite figure illustrates the connection of magnesium sheet with an iron pipe which of the following statements clarifies what happens. الماجنيزيا معروف ان هو مور اكتف زي ان الائر يعني بيشتغل كساكريفاينج الالكترود. يعني بيشتغل كأنود والائرن شغال كثود. يعني ان هيتاكل اوه بالماجنيزيا اما الايرن ده شغال البشت البشوات وبيحمى من الراستنج. طيب. ليتر ايه? هل بيقول لي الايرن اكتز از انود يا واد يا كذاب. يا كذاب الايرن ما ينفعش اشتغل انود في حضرة الماجنيزيا. يبقى ليتر ايه ما تنفعش. طيب. بص على اللي بعديها كده يعمل حاج. قال لي ايرن اكتز از اكاثود ان اكسجن اندر جوز اريدوكشن بروسس. تاني كده الحتة دي. بيقول لي هنا في بي ان الايرن بيشتغل ككاثود. طيب ممكن دي تكون صح. لان الايرن اشتغل كاثود لهم ليس اكتف. يعلم عنا دي شوية وخليها على جامل. اه فالتت منك دي الايرن اشتغل كاثود ويحصل له الريدوكشن ما يحصلوش يعني هستبعد سي. يبقى انا استبعدت ايه? واستبعدت سي. بص على دي كده. مجنيزيوم اكتز از اكاسد او في واديك الزبنت. ابقى العبارة بي هي الاجابة الصحية. السؤال نمبر 53. two similar steel reserve wars اكس. حلو. L and Y بارد اكس واي. are barred. barred in moist soil. في طربة رطبة. ابيسوب مجنيزيوم is connected to x and the piece of copper is connected to y. احنا كده هنعمل مصيبة ايه المصيبة اللي هنعملها بص يا حب الحب هنا الماجنيزيام راجل مضحي راجل بيضحي بنفسه عشان يحمي غيره اما الكبر ده يقول لك علي وعلى اعدائي بقول لك ايه ايرن بقول لك ايه انت اقوى مني حصل لك انت اوكسديشن يعني هنا هو الايرن اللي واي ده هيتاكل وهيصدي لانه متوصل بقلم انت اقل منه لكن ده باشت البشوات هيخلي الماجنيزيام هو اللي حصل له راسته ويتاكل اما الاكس ده لأ طب تعالى نكمل السؤال بيقول لي كده اه اندي اوزت فيجا جماله وببصرنا على الفجر يا حبيبي قال لي اه اه مبدأين كده الاكس هيحصل له اه في الاكس بس الصورة الاكس هيحصل له ريداكشن والامج هيحصل له اكسديشن والواي هيحصل له اكسديشن والكبر هيحصل له ايه ريداكشن طبعا الموضوع له علاقة بالاكتيفتي طيب بص كده يا وحش احنا قلتلك انا لازم اكون فاهم الليه لان الماجنيزيام في اكس هو اللي حصل له اكسديشن فانا هختار في اكس الماجنيزيام اللي حصل له اكسديشن بص كده في لتر ايه الماجنيزيام زيرو خرج بص في طول حصل له اكسديشن طيب بص معايا كده في اللي احصل له اكسديشن اللي هو مور اكتف زين الكبر الحدي احصل له اكسديشن اذا نختار هو لتر ايه معالي تمامك ده كده احنا خلطنا صفحة ناين تسيكس الجل تغطبط الجل وفيها في النول في ثالين طبعا ده اندي كده اخدنا في شابتر او اه قال لي ات not that the area of the gel around the ribbon او the magnesium became pink يعني ايه هوا يعني بقى basic solution يعني معلم what is the correct choice which represents the metals that can give the same result when being around around the nail طب الاول انت عندك مين ومين انا عندي هنا الماجنيزيوم وعندي هنا الايرن الماجنيزيوم مور اكتف زين الايرن طيب هنا مين يشتغل نفس الشغلانة الكبر ولا الاليمينيوم ولا الاليمينيوم اللي تشويس تاني اهيا هل الكبر ولا الليد والكبر ولا الالمينيوم ولا الليد والالمينيوم ايه واجه الشبه بين الماجنيزيوم والايرن الماجنيزيوم مور اكتف فلو عايز حد يشتغل نفس الشغلانة يبقى جيب المنت مور اكتف زين الايرن هتلاقي مين هتلاقي الالمينيوم لان هو في ف اي زنزانة زد ان المجنين ام جي اهي في زنزانة المجنين في ف اي زد ان ال 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 مؤركة في اشتغل زي ما اشتغل المجنيزي السؤال اللي بعده نمبر ففتي فايف السؤال بيقول مين اللي مش بيستخدمه فيه هل المنجنيز ولا المجنيزيوم ولا التن ولا الزنج لو خدت بالك هتلاقي القلم دي كلها مور اكتف زين ال ايرن معادة معادة مين معادة التن ده اقل منه هنا هو التن اس ان تحت ال ايرن وبالتالي ده هيكون هنا لس اكتف فبيقول للمتالز ال كونكتد تو بروتكت ات فورم راستنج هنا المجنيزيوم والمانجنيز والزنك دولت مور اكتف فبالتالي هاختار السي اللي هو 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 مش بيستخدم اه التن بيستخدم لكنه ولو حاصر ال ايرن بيصد بسرعة كنا زمان بنسأل الطلبة وهما صغيرين ونقول لهم امتى الرست بيحصل قالك لما يكون فيه ووتر ولما يكون فيه اكسجن وكلنا بنقول له لو انا عندي مية مغلية اللي هي بريفياس لي بويلد ووتر مية وغلتها ينفع احط فيها المصمار ويصدي لأ لان الاكسجن اللي فيه شربخ ماشي طار فهنا العامل اللي مساعد على الرستنج ماشي خلي بالي انا عايز ووتر فيبر ومحتاج اكسجن طيب هنا الاولين ده فيه ديستلد ووتر وفيه نيل التاني اير ماشي طبعا الخباك ده مقفول مقفول يبقى انا ما سمحتش اللي هو ان يخش لكن ده مفتوح هنا في اير وهنا في تاب ووتر وهنا في اكسجن وهنا في تاب ووتر طيب اولا كنا قلنا ان الرست بيحصل في مية البحر اسرع ليه يا واد قلنا ان بيحصل في مية البحر اسرع لان فيه نسبة الصوتس اكتر طيب لو جيت اقارب من الدستلد ووتر ويه التاب ووتر مية الحنفية من عند الصوتس طبعا الحنفية عندنا بتنزل ملح اصلا وبالتالي الاجابة كده عشان اساعد في عملية الرست محتاج مية حنفية مش تاب ومش دستلد ووتر يبقى انا يستبعد لنا ايه وبيه وحش طيب هاخد مين فيهم با اه هاخد اللي فيها اوكسجن طبعا الاير ده في نسبة اوكسجن توين وان برسنت لكن الاكسجن هنا كونسنتريتد فبالتالي الرست هيكون اسرع وبكده يكون خلصنا صفحة سؤال نمبر 57 السؤال نمبر 57 بيقول هنا المية هترتفع في التوبس دي بس انا اقبر لك رسمه هو الاول ليه المية هتطلع في الانابيب ديت المية هتطلع في الانابيب ديت نتيجة استهلاك الاكسجن اللي موجود جوه الاير وده اير ولا اير ولا اير ان يو ايه يحصل هنا الاول ده واير وده عندي هنا هيضرجون كونه ان هنا دают اوكسجن وده نايترجن هو مين اصلا اللي بيساعد في عملية الرست الاير او الاكسجن خلاص المية الميدة اه فيهنا هيحصل وبالتالي ايه اللي يحصل لما الاكسجن يستنفس في المياه يتحل محله. الهايدروجين والنيتروجين شاربخ مش معنا. فانا بتكلم على اير او بتكلم على اكسجن. طيب مين اصلا يساعد على الرسطة اسرع? طبعا الاكسجين المركز. الاير قلنا فيه اكسجين بس مش مركز زي الاكسجين بس. فبالتالي اسرع معدل للصاد هنا. يعني اكتر معدل استهلاك للاكسجين هنا. فالمية تبقى اعلى استهلاك او اعلى او يحصلها او ارتفاع في الانبوبة دي. يعني الاختيار هيكون هو ان شاء الله لتر دي. بحنا كده في رقم 57 لتر دي. 58. هنا عندي الاكسجين مع الهايدروجين ووجود الالكترونز هنا هيحصل ودينا ووتر. الاف ايه هيحصل الى اوكسديشن ويتحاول الى ايرن تو وي تو الاكترونز. الاف ايه تو او دي صوالد ده الي هو الليمونايت. مع السيكسا هيدروج بتحول لاف ايه ثري واتش بور اي اي او. دي الايرن تو مع وجود الاكسجين ويضدينا ما ايه ف اي ثري واتش تو او. طبعا المعادلة اللي مش من ضمن معادلات الراست هي سي. خلاص انا protest تدقى الاول الايرن تو بتحول الايرن تو ويحصل واددينا الايه الا او ايتش. وبعد كده اللي يحصل اللي يحصل يا سيدي ان الاير نتو يحصل الاي اوكسديشن تاني الائر نتري عشان يدينا الائر نتري هيدروكسايد فليتر سيديك مستبعد السؤال رقم 59 هل ده تطبيق لالالكترولايسز؟ طبعا لا ليه عشان الراست غالفانيك بروسس او بيحصل فيه بيكون فيه غالفانيك سال مش الالكترولايسز والالكترولايسز ده بيتخلم على اللي هي الالكترولاياتيك سالز تاني لا الائر نتري لك ان الهايدرين ريدكشن لا الريدكشن بيحصل للأكسجن طب ليتر سي واحنا في الكاثودك بروتكشن كنا بنعمل ايه؟ كنا بنغطي الايرن بمثل اقل منه ده معناه ان الاكسجن بوتنشل بيكون للأيرن اعلى او رودكشن بوتنشل بيكون اقل وبالتالي هيكون سيمين فعشي البايكس which are covered with a layer of TiO2 do not rust التايتين بضاي اكسجات ده لو تفتكر ده كان بيكون لير بتكون بيكون 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 الصلاية ان هو يعدي ده معناه ان هو مفورس فبالتالي كان يمنع ضوء الشمس ان يعدي اكلها يمنع الهواء والاكسجن ان يعدي وبالتالي اللي جابها هتكون هي الليتر دي السؤال نمبر سكستي السؤال نمبر سكستي بيقول ده من تطبيقات بتاعة كده احنا دخلنا باستدوىقل ده على فكرة دخلنا كده في بداية من سؤال ستين كده د gradaьした Lexic cells اللي بيتكلم عن الالكتروليس ده differently بتاعت الالكتروليس يعني ايه الالكتروليس يعني احنا ابدأ اشتغل بالكهرباء يعني هبدأ الامف بتكون بالنجتيب يعني الانت بوصف والكاثد بيكون طبعا الانت كده كده و الكاثد كده كده ايه ريدكشن. دعا بقى نرسم بقى السؤال ده الاول. ده كده شكل فيها باتريو فيها الاتوم زيادة الاكس وهنا الاكس بتترسب عند الكاثود. ده معناه ان الاكس هنا هيصل له اكسديشن من الاكس بوصف والاكس بوصف يحصل لها ايه? يحصل لها عملية على الكاثود. ويحصل لها بريسيميتيشن ده ده يبدأ يتاكل ويحصل له ديكي وده يبدأ يبقلز ويزيد في إلماس بتاعته هاختبار بقى أنهي اختير فيه بتاعنا رأي تشوز الأول أول تشوز بيقول دي لوز إلكترونز الأول زي بتكلم على الإكس آيونز دي دي الإكس آيونز هل دي لوز إلكترون أدي كاثود يا راجل يا كذاب ده وبيجينوا عشان يحصلون من ريداكشن يبقين ما تنفعش هو الإكس هنا حصله إيه حصل له ريداكشن عند الكاثود خلواتي إنسألك على الإكس آيونز فبس على الإيونز هنا حصل لها ريداكشن طيب ما حصل لها ريداكشن وبالتالي أنه يكون تحت الهيدروجن عشان يحصل لها ريداكشن ويحصل لها precipitation أبي ما تنفعش دي ấyجين إلكترونز أدي كاثود هو عشان يحصل لها ريداكشن لازم يجين الإلكترون يبقى الإجابة هتكون هي ليتر سي لأنه يحصلهم جيد للإلكترون ويترسبوا على الكاسود يعني الاختيار بتاعنا هيكون هو لتر سي تبص على دي زي أر نيكاتيف لتشارجد آينز لأ طبعا دولة ببصت بقاهمة يعني الإجابة على رقم ستين الاختيار هيكون هو لتر سي وده نهاية صفحة 98 سؤال نمبر سكستي ون بولي وده كونسنترية تخلي بالك تخلي بالك تخلي بالك الـ NaCl لو كان مولتن أو سولد بدينا NaCl لكن لو كانت سولوشن هيدينا NaOH ماشي؟ هدينا NaOH لأنه في حالة وجود أكتر من أمن هيحصل كومبتشن على الأكسديشن وعلى الريدكشن وهشرح لك ده دلوقتي حالا يا حبي طيب سولوشن واي الابن دي الكتروليزة أوب سولوشن واي ويتش إز ضيليوت سوديم كولورايد لأول كان كونسنترية ده ضيليوتد بقا إيه اللي هيحصل قالي الأكسجن والهايدرين جاز إفورفي ولو كان كونسنترية طلع الكولورين والهايدرين لو كان ضيليوت طلع الأكسجن وطلع الهايدرين جازيس بيأفورفه عند التو إلكترز هما البوزف والنجد بدل ما يكون NaOH يكون NaCl طيب الأول هنا في أول واحدة كان بيتكون NaOH وطاني واحدة كان بيتكون NaCl في حالة الأكس ايه اللي حصل في حالة الأكس كان بيتكون NaOH ده بيز يعني بيكون الـ pH أكبر من السبعة بص كده الـ pH أكبر من السبعة يبقى الأخضر ده مورزن سبن خلاص يبقى هنا الإجابة ممكن تكون B وممكن تكون D يبقى أنا هكانسل إيه وهكانسل سي لإن الـ pH أقل من السبعة طب في المرة الثانية ادينا NaCl لـ NaCl ده نيوتران يعني الـ pH بتسوي سبعة هنا في B ما ينفعش عشان يتوني نقضي بعض أكبر من السبعة لا الـ NaCl اللي هو بيساوي سبعة فالاختيار هيكون هو لتر D 62 What is the ion which moves toward the anode during the electrolysis of sodium hydroxide هنا عندي sodium hydroxide NaOH طيب هنا sodium hydroxide ده ملت يعني ده ما فيش فيه مي يعني عندي N A positive وعند هنا O H negative الـ N A هتروح عند الكاثود والـ O H هتروح عند مين عند الانود لأن كل واحد بيروح عند الانود أو عند الالكترود سوري كل ايون بيروح عند الالكترود المخالف لفي فاللي هيروح عند الانود هو الـ O H فالغيابة هتكون هي letter C السؤال رقم 63 ملت يعني مفيش مي ملت يعني مفيش مي بي 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 أر تو هيتفكت لإيه وحش هيتفكت ل واتنين بي أر نيجاتيب وان ده بيبقى يتجه في اتجاه الكاثود وده نيجاتي بيتجه في اتجاه الانود وهنا بيقول لي مين اللي هيروح عند الكاثود عند الكاثود بيحصل عند الكاثود هيحصل طيب الـ Reduction ده هيحصل لميه الـ Reduction ده هيحصل ليه عندي الـ BB لان هو ده بصد هيعمل جيل لـ Electrons وبالتالي هيتحول الى BB بس مين هين بيطلع الكلام ده اول حاجة احنا تفعلنا عند الكاثود في لد يبقى الإجابة هي ايه يقمى تكون letter D طيب ايه بيحصل Oxidation يبقى الإجابة هي تكون letter D عشان فعلا حصل الـ Reduction اكتسب تو الـ Electron من اتنين لـ Zero كده بيحصل Reduction وده نهاية صفحة تسعة وتسعين السؤال number 64 بيقول لي هل الـ Oxidation بيحصل عند الـ 2 اه احنا قلنا واجه التشاوه بين الـ Anod في الـ Electrolytic و الـ Galvanic ان الـ 2 بيحصل عندهم Oxidation عند الـ Anod وعند الكاثود بيحصل دكشة فـ 64 الإجابة هتكون هي letter A لان الـ Oxidation بتحصل عند الـ Anod سواء كانت الخلية او السل الـ Galvanic او كانت الـ Electrolytic 65 وده عند الـ Anod من الـ Gasis اللي خارجه هنا عندي الـ Oxidation وهنا يبقى انه ده بالراحة كده ده الـ Anod الجاز اللي عنده الـ Oxidation وده الكاثود الجاز اللي طالع عنده مين هو الـ Hydrolytic انا عايز اجيب الـ ratio according to الماس تاني Add the cathode عند الكاثود الاول بعد كده الـ يعني النسبة بين الـ Hydrolytic according to the mass حلو انا عندي هنا كام هايدرين عندي اتنين هايدرين هات المولر ماس كده الـ 2 times 1 times 2 يعني اربعة هنا عندي اربعة والـ Oxygen عندي 1 مول الـ 16 times 2 كان بـ 32 هات الـ ratio S وعا الصغير اربعة لاربعة فيها الواحد واتنين وثلاثين العربعة فيها الـ 8 يبقى النسبة 1 to 8 يعني وان عرق 8 بالإجابة لتر ايه 66 which of the following statements represent the movement of the cations in the electrolytic solution الكاتيونز الكاتيونز بيكون عليها اكيد بتتجه في اتجاه مين في اتجاه ال negative pole اللي هو الكاتود ويحصل لها reduction هل they move towards the cathode in the electrolytic cell and towards the anode in the galvanic cell لا طبعا هي دايما كل واحدة بتروح للعكسة ماشي طيب they move towards the anode لا طبعا ما ينفعش خالص they move towards the cathode in each of the electrolytic and the galvanic ما لسه الكلام ده قيلينه يعني letter C هي اللي صح 67 which of the following statements represent the movement of the anions الانينز اللي هي negative charge ها هتروح فين؟ هتروح في اتجاه الانود ويحصل لها عملية ايه بالمرة؟ عملية oxidation they move towards the cathode لا مبدئيا كده they move towards the cathode برضو لا they move towards the anode the cathode برضو لا مش هكملها they move towards the anode and the electronic cell only والاجابة هنا ليه بقى لان في ال galvanic cell الانينز بتروح في اتجاه الانود برضو تمام؟ الانينز تروح في اتجاه الانود بس لان في ال galvanic cell انا عند الكهراء بطريقين بطريقة الالكترونز في السلك من الانود الكاثد الكاثد سل للانود سل عن طريق حركة الانينز يقول الاختار لتر دي السؤال ايه بعد؟ طبعا واحد يقول لي مستر تمانت في الكاثد في السؤال رقم ستة وستين قلت في الاتنين اه لان الكاثينز في السلطة بريدج لو تفتقر كانت الكي بوستوف كنت بتروح في اتجاه الكاثد في اتجاه الكاثد لان البوستوف راح في اتجاه الكاثد اللي هو في ال galvanic cell طيب السؤال رقم سكستي ايت اللي the electrolysis of dilute solution of potassium sulfate البوتاسيوم sulfate اللي هي K2SO4 by using two electrodes of graphite وقلنا هنا في الالكترولاتيكسل ممكن استخدم two poles بالنفس السبستانس عادي ليه؟ عشان ان مش محتاج لعشان ان كده كده اصلا موصل من بره بباتر بمصدر الالكتراسيتي اللي result in the formation of a substance at the anode and another substance at the cathode وكي and potassium sulfate solution becomes concentrated what is the substance which is formed at each of the anode and the cathode هل السبستانس formed at the anode هي البوتاسيوم ولا الهايدرجن ولا الاكسجن ولا السلفر والسبستانس اللي عند الكاثود هل هي الاكسجن ولا الهايدرجن ولا البوتاسيوم لازم بقى نشتغل المسألة ديت وانفصصها دي كده رسمة السلم انا عندي هنا الكي تو اسوفور عندي هنا اتنين كي عند النيجتيف اللي هو الكاثود وعندي الاسوفور عند الايه؟ عند الانود هو البوسط هو السؤال بيقولي ان هو كان concentrated اصبح ضايل يوتيد الله والconcentrate اللي اصبح ضايل يوتيد كده معناه ايه؟ ده معناه ان انا شلت منه ووتر H2O طب والووتر ده لو اتفكت يعني كده معناه ان اتفكت هي المي اللي المي طارد المي تتفكت هي المي هو هي هيدروجين وي هو اشتغل هاكسجين حلو واوي الانود هيكون مين؟ قلنا الانود هيكون عنده الاكسجين والهايدروجين عند الكاثود يعني الاختيار هيكون هو السؤال رقم سكستي ناين بيقول يبقى انها عايز الكيوب بس بالفردي ولا بالكولم الاختيارات كلها بالكولم حلو عندي لما يعني الطايم هنا بنص ساعة يعني ثرتي مينت يعني ثرتي طايم سكستي سكند او في الالكترولايسز هنا باي معلم باي هبدأ اكتب لك القوانين بتاعة فردي ركز معي اول رون هنتكلم عليها ان عندنا هنا الكيو اي تي ناينبي باي تي ناينبي باي we تطلع بمية وتمانين يعني الاختيارها هيكون هو لتر بي يبقى نمبر سكستي ناين الاختيارها هيكون بي سبنتي A quantity of electricity equals one for a day was passed in three electrolytes connected in series طالما قال لي هي اكتر من electrolyte اكتر من solution in series كده بتكلم على second law طيب containing ال AG والNI والكروميوم ions What are the traces which represents the mass of the deposited metal at the cathode of each of them اولا هنا بيديك مين بيديك الجرام اتوميك mass الاجي بمية وتمانية والنيكل بي ففتي ناين والكروميوم بي ففتي تو هنا راجل قال لي ايه قال يا جماعة ان لما امشي نفس الكمية الالكترستي في different solutions او طبعا دولة كولوم متلز يعني هيحصل depositing مش هيحصل evolving gases Deposited masses بتكون directly proportioned to the equivalent mass ده معناقي ان الاجي مونوفيلنت يعني الايكويفلنت mass بتاعته one hundred eight over one يعني one hundred eight النيكل هنا بيصف two يعني divalent يعني fifth nine دي تاسم على 2 عشان يجيبي الايكويفلنت mass الكروميوم هنا بتلاتة يعني الففتي هتاسم على 3 واضح جدا ان اقل mass هتكون هي مين اقل mass هتكون هي للكروميوم ليه لان هو اقل اكويفلنت mass وبما ان هنا انا عامل واحنا اقلين ان الولار الفردين بيعمل ايه بيعمل الايكويفلنت mass بسيطة اوي يبقى هنا الايكويفلنت mass يعني بمية وتمانية يبقى هنا في اي جي هيكون بمية وتمانية مية وتمانية لكلهم حلو النيكل هيكون ب تطلع بكام تسعة عشرين ونص يبقى الاجابة هي هتكون هي دي طيب ده اتنين وخمسين على الثلاثة فيها السفنتين بوينت ثري يعني اللي جابي لتر ايه تاني الايكويفلنت mass او الوان فردين بيعمل دي بوصلنج للايكويفلنت mass وانا اقل هنا طالما قال لي اكتر من سلو فيهم نفس كمية الالكتريستي بيطبق الرول بتاع السكن لو اللي هي بيقول ايه الماس او في المنت ايه على الماس او في المنت بي بتاوي الايكويفلنت mass للايه على الايكويفلنت mass للبي واكد هيجعلها مسائل كتير سؤال 71 انا عندي يجبني الفيلنس يعني اللي تشارجي على الايون طيب ايه اللي ميدهولي بقى هنا ميديني الايلمنت اكس الجرام اتوميك ماس بسبعة والدبوصلت mass of the element at the cathode 21 خلي بالك احنا اللي فوق مسئلة اللي فوق كان مدينا العكس كان مدينا اللي تشارجي يعني مدينا الانسي وكان مدينا الماس نمبر او اللي يبدينا الاتوميك ماس ومنها قدرنا نحسب الليكويفلنت mass وهينا مدينا det posted mass مدينا هنا det posted mass ومدينا المولار ماس او مدينا الاتوميك ماس الماي بسبعة وعشرين وده uh 20 ال it posted mass 2.7 وده 64 وده 9.6有 different posted mass مين بقى اللي هي ال الم deste او التشارج طيب بركز معي وعشة بسم الله الرحمن الرحيم بص وعشة احنا عندنا هنا بتساوي الاتوميك ماس على الفيلنس تمام وفيه عنده هنا تريانجل كنا او ريكتانجل سوري كنا بنكتب بالقوانين كنا بنقول ان الكيو الخباك ومشي فيه من نفس الكارنت طبعا اكيد في نفس الطايم يعني نفس الكيو وهنا عندي الدي بوستد ماس الماس اللي هيحصله ليبريتنج وعندي هنا الاكويفلنت ماس وعندي هنا ناين سيكس فايف هندرد حلو او طب هاتل بقى الكيو خلي بقى لك النفس الكيو في الاتنين يعني هنا الكيو اللي مرت مسلا في الاكس والكيو اللي مرت في الواي هي هيه يعني الكيو اكس بتساوي الكيو واي حلو او هاتل بس الكيو بكام هاتل دي على جنب كده وشوفت الكيو بتساوي كام الكيو بتساوي ايه الكيو بتساوي في ناين سيكس فايف هندرد وعلى الاكويفلنت ماس بهنا الكيو بتساوي عن مثل بس وهنا هو هنا مدينا الملاسي انا عايز اجيب فهيفكي من هنا متسوي الاتوم議ικ ماس على ال???? فهكتب هنا في طلع فوق حلوة ده كده الكيو عمت. فانا قلنا الكيوب بتاعت الاكس هي الكيوب بتاعت الواي. يبقى هنا هقول كده. طبعا هساوي ده ابدأ. ده بالنسبة لل اكس اهو. وده بالنسبة لي الواي. الدي بوصد ماس بتاعتها بكام? بالنسبة لي الواي الدي بوصد ماس كانت بي تو بوينت سبن. هنا تو بوينت سبن. طايمز. ماين سيكس فايف هندرد. طايمز اللي نعايز احسيبه. ماشي? هنخليها مسلا ايه? اكس بي. الاتوميك مسلا الاكس بكام? الاكس بي. سوان اولاد هنا الاكس ب تو بوينت ون. معانيش لازم نركز. وهنا بكام بسابن? ايقل. الواي الدي بوصد ماس بكام? الدي بوصد ماس بتو بوينت سبن. طايمز لاين بتاع الواي. حلوة اوة. على مين بكان بوينت سبن. بص يا وحش الوحوش كده. هعمل ايه? شغل ماس بقى? معلش. اول حاجة الارقام دي هتطم مع بعض. في الاخر عندي هنا. الطايمز بتاع الاكس او الاكس ماشي. على السبن بتساوي. تو بوينت سبن. طايمز الفي بتاع الواي. وعلى تونتي سبن. حلوة اوة. هبا يا ريشو كده انا عايز اجيب مين 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 لمين. عايز اجيب الفي اكس. على الفي وال. دي نجيبها ازاي حبيه? بسيطة قوي. لو انا عملت كورس ما هيكون الاكس مضروف فيها تو بوينت وان ويتوينت سبن. هيكونوا تحت هنا. يعني هنا تو بوينت وان وهنا الطايمز توينت سبن. والعكس الناحية التانية. اللي هو كام? هنا هيكون سبن. طايمز تو بوينت سبن. تعال نحسابها بكالكليدرو كده نشوفها. تطلع بوين سابرjuk… يعني الفي والأكس بكم? الفيليلس بواين والفيليلس بكم بكم؟ تعال انتش اسم كده الاختيار كده بتقول إيه؟ بانهوض الاختيار الافي بواحد والوي في بثري. الاكس بواين والوي بثري. يبقى كده هنا هستبعد لالايه ماشي يعني دي ودي. البي صح ودي صح. بانه هستبعد لالاي والسي. لازم اجيب الزد بقى موهين عندي وعندي وان ثري. بس مرة ثري ومرة تو. هعمل دي بقى. هاجيب بقى ما بين مين ومين. هاجيب ما بين الواي والز او ما بين الاكس والايه والز اللي عجبك. خلينا مثلا الواي والز. هتعني حسابها. هنا هاجيب بقى ما بين الواي كان قصادها الناحية التانية من ايكوان. الواي كان قصادها دول. تمام? بس هنا لايكا التحت فانا طلعتها فوق اعكس الارقام. هنا سابن. طيب بوينت سابن. اما الز بقى هاخدل الارقام بتاعتها. لأ سورة اولاد هعدها من تاني معلش ايه. زي اللي عملتها القناة بالزبط معلش ايه. هقول هنا ان بتاعت الواي هتساوي الكيوب بتاعت الز. حلوة او. هعمل ايبقى? قلنا هنا طبعا هطير من الناحيتين وراحة الماضي. يبقى هنا الكيوب بالنسبة للواي هتساوي مين? هتساوي ادي بوستود ماس في الواي بكم? كانت بوينت سابن? طايم از انا عندي الفيلانسيا ب shooters وعندي هنا تحت الااتوميك ماس بتاعت الواي بكم? الااتوميك ماس بتاعت الواي كانت بتوينت سابن. الزد. اه هنا هاخد الادي بوستود ماس في الزد كانت ب كم buying point six? طايم از الب الant añز بتاع الزد على الااتوميك ماس بكم بي سكستيفور. نفس elkelام بقى هجيب ما بين الوي والفي زاد. هنا الوي دي بايدد الفي زاد. ماشي. الوي دي بايدد الفي زاد. بتساوي. الله مساء الله يا سيد محمد. القصد الوي مين? القصد الوي هنا تو بينت سبن و سكستي فور. بيقو تحت وهنا تو بوينت سبن طايمس سكستي فور. وهنا عندي تويني سبن وخلاص. تطلع بكام? تطلع بثري تو تو. يبقى هنا عرفنا ان زد بكام? عرفنا ان زد تو. يبقى كده كده الاختيار بان هيكون هو لتر بي. يعني وان لثري لتو. طبعا سؤال محتاج تفكير شوية. يبقى سي اكسي خلاص. يبقى الاختيار هيكون هو لتر لتر بي. السؤال رقم سيبنتي تو. السؤال بيقول.RAP ده الوان فردية طبعا اد است بي. وهنا الاختيارات بالايه? بالليتر. طيب انا عايز اجيب كلمية الاكسيجن اللي تقدر تجاب بآ آآ آآ ماين سيكس فايف هندر. طيب. الفوليوم بقى بيجاب ازاي? الفوليوم الاول يجيب نمبر اف مولز. اجيب الاول نمبر اف مولز وبعد كده امعلم اقدر اجيب مين? اقدر اجيب الفوليوم. ازاي? جبت النمبر اف مولز قوله توينتي تو بوينت فور. بص الحد اللي هقولها لك دي. احنا عندنا بيقول لي ان بالفردي عشان اعمل دي بوستنج لوان مول. بيساوي بيساوي واحد فردي. اللي موجودة في المولاكيول. احنا بنتكلم على مين بنتكلم على الاكسجن. بقلقه بفردي. بتساوي انا محتاج واحد فردي. يعني عدد الاتومزل في المولاكيول باتنين. طب والفينيس الكام باتنين. يبقى هنا الكوانتو في الاكترس بتساوي اربعة فردي. يعني مول من الاكسجن محتاج اربعة فردي. تمام كده? يبقى كام مول يطلع من الواحد فردي. الواحد فردي اللي هو مين? اللي هو نين سيكس فايف هندر بتخلي بالك. احنا قلت لك ان الناين سيكس فايف هندر واحد فردي. اللي هو مدالي في المسألة. طبعا يطلع بكام بكوارتر. يبقى هنا يبقى الاكس. اللي هي بتساوي ربها. طب لو عايزها بقى بقى بتساوي. الكوارتر تلع لي ده. يعني حداشر وفايف بوينت سيكس ليتر. بالاختيار يعني هيكون ليتر بي. المسألة هنا الاختيار هيكون هو ليتر بي. وده النهاية صفحة وان هندرد انتو. قش على البقى.